اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشرحناها بكمومها الخمسة وانتفائها عن الله عز وجل ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في ذلك منزها اوصافه سنية عن ضد او شبه شريك مطلق أي حالة كون ربنا عز وجل وهو موصوف بما تقدم من الصفات الصفات السلوب حالة كونه وكون اوصافه سنية هو منزه عز وجل عن ان يكون له ضد او شبه او شريك مطلقا أي سواء في ذاته سبحانه وتعالى او في صفاته او في افعاله عز وجل فلا ضد له فيها ولا شبيه له فيها ولا شريك له فيها عن ضد او شبه شريك مطلق ووالد أي هو ايضا منزه سبحانه وتعالى عن والد فلس له والد ويطلق الوالد على الاب والام معا فكل منهما على كل حال والد لذلك فربنا تعالى منزه عن الوالد أي منزه عن ان يكون له والد فهو سبحانه وتعالى كما قال في كتابه العزيز لم يلد ولم يولد لم يلد فلس له ولد ولم يولد فلس له والد أي لس له من اوجده ووالد كاذا الولد فهو سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأمور التي لا تليق به أبدا وإنما تليق بالموجودات المحدثة التي لها بداية ولها نهاية عن ضد نوشبه شريك مطلق ووالد كاذا الولد أي منزه سبحانه وتعالى عن أن يكون له والد أوجده ولا أن يكون له ولد هو أوجده فهو منزه عن ذلك كما أنه سبحانه وتعالى منزه أن تكون له صاحبه منزه عن أن تكون له صاحبه وعن شائر الأمور التي هي في خلقه الذين خلقهم عن ضد نوشبه شريك مطلق ووالدين كاذا الولد والأصدقاء أي وهو سبحانه وتعالى منزه أيضا عن أن يكون له صديق فالتعبير هنا بالجمعي ليس هذا الجمع مقصودا لذاته وإنما المراد أنه تعالى منزه عن أن يكون له صديق يعني يعينه كان واحدا أو متعددا والصديق هو من يصدقك الود والمحبة ويعينك على نوائب الدهر هذه حقيقة الصديق لذلك قال شاعرهم أو راجزهم إن صديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صادعك شتت فيك شمله ليجمعك هذا هو الصديق الحق حتى إنه يسمى أخا حتى إنه يسمى أخا وهذا النوع من الأصدقاء يفهم منه أنه يعين يفهم منه تلقائيا الإعانة والمساعدة والأخذ بلياد إذن هذا النوع الله عز وجل لا منزهن عنه حتى لا يظن أحد أنه تعالى يستعين بهم أبدا أبدا وإنما ذكر الناظم يعني الصديق ولم يذكر أشياء أخرى الله تعالى منزهن عنها لأنه منزهن عن كل شيء يعني ما ذكره الناظم وما لم يذكره وإنما يعني ذكر الوالد والولد وذكر الصديق لأهمية هذه الثلاثة فالوالد يعين والولد يعين والصديق يعين والله تعالى غني عن أن يعينه أحد وقلنا إن هذا النوع من الصديق نظرا لما يلازمه في معناه الحقيقي من الإعانة والمساعدة والأخذ باليد وتحمل ذلك مهما كلف نظرا لذلك يعني تكلم الناس عن هذا النوع من الصديق وخصوصا الشعراء فاعتبروه نادرا إن لم يكن مستحيلا حتى قال قائلهم إن اختبرت بني الزمان فما بهم خل وفي للنوائب أصطفي فعلمت أن المستحيل ثلاثة فعلمت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي ولهم كلام طويل في الصديق بهذا المعنى الذي نتحدث عنه لذلك قالوا لابد أن يغضى الطرف عن زلات الصديق وعن هفواته وسقطاته وعن عيوبه وإلا فإنك لا يمكنك أن تصاحب أحدا ولا أن يصاحبك أحد لذلك قال شاعرهم متى الودة صفيه إذا كنت كلما بدت زلة من صاحب تتعتب والنابغة الذبياني يقول جاهلي ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب فهناك أبيات وأشعار كثيرة قالوها في هذا النوع من الصديق وأنه إذا بدت منه زلة أو هفوة فغض الطرفة فإنك لا يمكن أن تجد يعني صديقا إلا وفيه زلات ولكن إذا كان يعين على نوائب الدهر ويتحمل معك المشاقة ليخرجك منها فهذا هو الصديق هذا هو الصديق إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تصاحبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذاء ضمئت وأي الناس تصف مشاربه شاعر بشار ابن برد عن ضد نوشبه شريك مطلق ووالدين كذا الولاد والأصدقاء هذا قصره للوزن فقط الأصدقاء بالمد ولكن حدف الهمزتاء وجعل اللفظة مقصورا لأجل ضغط الوزن ثم انتقل بعد هذا إلى القسم الثالث من الصفات وهو صفات المعاني صفات المعاني وصفات المعاني المعاني جمعوا معنى جمعوا معنى وصفات المعاني أو صفة المعنى هو ما ذل على معنى في ذاته على معنى في ذاته لذلك اسم منها صفات المعاني قال وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت إذن بدأ الآن يعدد لنا صفات المعاني التي هي سبع قال وقدرة القدرة هي الصفة الأولى من صفات المعاني الواجبة في حقه سبحانه وتعالى وهي صفة قديمة أزلية يتأتى معها فعل كل ممكن أو تركه وفق الإرادة هذه هي القدرة في حق ربنا عز وجل عندما نريد أن نعرف القدرة وأن نتصورها في حق مولانا جل وعز فهي صفة إذن لست بذاتي صفة صفة قديمة أزلية ولك أن تكتفي بأحد اللفظين لأن هناك من سوى ورادف بين القديم والأزل إلا أن هناك من خالف بينهما فإذن القدرة صفة قديمة في حقه تعالى يتأتى معها إيجاد كل ممكن أو تركه أي إعدامه أو تركه كما كان على وفق الإرادة فالله تعالى قادر على أن يوجد أي معدوم وأن يعدم أي موجود حسب إرادته حسب ما تقتضيه إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى دون أن يكون هناك من يملي عليه ذلك هذه القدرة وقدرة إذن صفة قديمة تتعلق بذاته في ذاته عز وجل يتأتى معها فعل كل ممكن أو تركه على وفق الإرادة ذلك الفعل أو التركه يكون على وفق إرادته عز وجل لا على وفق إرادة غيره فهو لا يملي عليه أحد هذه إذن هي القدرة التي هي الصفة الأولى من صفات المعاني وسنتحدث من بعد عندما يصل الناظم إلى متعلقاتها لأن القدرة لها متعلقات وصفات المعاني كل واحدة منها لها يعني ما تتعلق به إلا الحياة فلا تتعلق بشيء كما سيأتي وقدرة هنا لا بد من التعريج على كلام لابن الشجري عاب فيه على ابن حزم رحم الله الجميع ابن حزم أحيانا يوغل في ظاهريته حتى يغرب فمن إغرابه أنه قال إن الله قادر على كل شيء بما في ذلك أنه قادر على أن يكون له ولدون وأن تكون له كذا وكذا من الأمور التي لا نتصور وجودها فعاب عليه ابن الشجري وغيره طبعا أن يعني يقول ذلك ولماذا قال هذا ابن حزم قال لأنه على كل حالي سبيع عاجز إذا قلنا بأن الله قادر ووصفنا قدرته بأنه بأنها صفة أزلية أو قديمة يتأتى معها فعل كل شيء أو تركه على وفق الإرادة إذن فهو قادر على ما قال يعني ابن حزم قال مقتضى هذا أنه قادر على يعني أن يتخذ ولدان أو أن يتخذ صاحبتان أو ما إلى ذلك وهذا في الحقيقة سوء فهم للقدرة سوء فهم للقدرة ومتعلقاتها لأنك إذا عديت القدرة إلى هذا الحدي فسيلزم من ذلك أنه قادر على إفناء قدرته وإلغائها ثم إلى إفناء ذاته فإذن إلى أين سنصل حينئذ سيقف العقل لا يفهم شيئا ولذلك فإن القدرة فعلا الله تعالى قادر على كل شيء ولكن من الممكنات كما سيتكلم عنه الناظم من بعد قادر على كل شيء كما أخبرنا عز وجل في غير ما آيات في القرآن الكريم إن الله على كل شيء قدير كلمة شيء نكرة من أنكر النكرات وإذا أضيفت إليها كلمة كل أفاد ذلك العموم إن الله على كل شيء قدير مع هذا الحصر الذي دلت عليه صيغة تقديم الجار وإن تأكيد كل ذلك يدل على أن الله تعالى لا يعزجه شيء فهذا الذي حدى بابن حزم إلى أن يقول ما قال ولكن يعني فاته معنى العجز الذي لا يليق بربنا عز وجل فإذا لم تتعلق قدرة الله تعالى بالواجبات وبالمستحيلات هذا لا يعني أنه عاجز أبدا بل إذا قلنا إن قدرته ممكن أن تتعلق بالواجبات والمستحيلات فقد أخرجناها عن عدودها وأخرجناها عن طبيعتها وعن وظائفها ثم إنها تجرنا إلى لوازم باطلة تجرنا إلى أن الله قادر على إفناء قدرته وإزالتها ثم إنه قادر على إفناء ذاته وكل هذا باطل كل هذا باطل إذن القدرة قال وقدرة إرادة الإرادة أيضا صفة من صفات المعاني وهي صفة قديمة أيضا أي لا أول لها هذا المقصود لا أول لها يتأتى معها تخصيص كل ممكن تخصيص كل ممكن على بعض ما يجوز عليه وفق العلم يعني أن الله عز وجل عندما نصف إرادته هذه هذه هي الإرادة معناها أنه سبحانه وتعالى يعني يريد ما يشاء يخصص مما يوجده كيف يشاء والتخصيص يعني هو ترجيح أحد المتقابلين من المتقابلات الستة المجموعة في قولي قائلهم الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات أزمنات أمكنات جهات كذا المقادر روثقات فهي ستة من المتقابلات أي كل واحد من هذه الأمور الستة له مقابله فالعدم يقابله الوجود أو الوجود يقابله العدم لأن الشئ إما موجود أو معدوم إما موجود أو معدوم فالوجود يقابله العدم وإذن فالله عز وجل حينما يريد أن يوجد شيئا تلك الإرادة تتجه إلى يعني الوجود ترجيح الوجود وجعل العدم مرجوحا ومتخلا عنه وهكذا إذن التقابل الأول بين الوجود والعدم ثم قال أزمينة أمكينة جهات يعني الوجود والعدم ثم الصفات كذلك الصفات لأن كل صفة لها ما يقابلها فإذا قلت مثلا طويل قابلها القصير إذا قلت واسع قابله الضيق وهكذا وهكذا كل صفة لها ما يقابلها إما لها مقابل واحد أو مقابلات كثيرة فالتقابل في الصفات موجود والله عز وجل عندما يريد أن يوجد شيئا فإنه يعني يوجده كما أراد من هذه الصفة الصفة التي أرادها فإذا أوجده طويلا فمنهد أنه سبحانه وتعالى أراد ذلك فخصص من الصفات هذه الصفة التي هي الطول أو القصر أو اللون أو ما إلى ذلك من الصفات إذن فالتقابل يكون أولا في الوجود والعدام ثانيا يكون في الصفات ثالثا في الزمان في الزمان فإذا أوجد الله عز وجل مخلوقا في زمان معين فمعنى هذا أنه خصص وجوده بذلك الزمان ولم يوجده من قبل ذلك ولا من بعد ذلك خصص وجوده فأنتقد خلقك الله تعالى في الزمان الذي خلقك فيه لا قبله ولا بعده وده أولا سينه ذل ولم يقبله الزمان بمن الأرض بسنين أو بقرون أو بكذا الزمان كذلك المكان المكان إذا أوجد الله تعالى شيئا فينه يوجده في مكان معين هو الذي يريد له ذلك المكان هو الذي يريد أن يجده في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب أو في السماء أو في الأرض أو حيث يشاء عز وجل ثم المقادر ثم المقادر ومنها العدد فإذا هذه هي المتقابلات فعندما نقول تخصيص بمعنى التخصيص في هذه المتقابلات فإذا أرد الله تعالى أن يعدم شيئا فقد رجح عدم ذلك الشيء أو أن يوجده فقد رجح الوجود وهكذا فيما سوى الوجود والعدم من هذه المتقابلات الستة إذن معنى صفة الإرادة أنها صفة قديمة يتأتى معها تخصيص كل ممكن دائما القدرة والإرادة إنما يتعلقاني بالممكنات ولا يتعلقاني بالواجبات ولا بالمستحيلات لأن هذا خروج عن طبيعة هذه القدرة التي نتكلم عنها وعن هذه الإرادة التي نتحدث عنها إذن فالإرادة صفة قديمة أزلية يتأتى معها تخصيص كل ممكن على بعض ما يجوز عليه يجوز عليه هو هل الوجود أو العدم هل في الصفات طول قصار كذا كذا في الزمان هل في هذا الزمان أو في ذاك أو إلى آخره المكان كذلك المقادر كذلك كم عمره مثلا هذه الصفة هذه الأمور التي يتم فيها التخصيص بمشيئة الله عز وجل وبإرادته لا معقب لهذه الإرادة أبدا ولا مملي عليه فيها أبدا وقدرة إرادة ثم قال وغايرت هذا يعني يعود على الإرادة لأنها آخر مذكور لأنها آخر مذكور وصف إرادة الله عز وجل إضافة إلى ما تقدم بأنها مغايرة للأمر والعلم والرضا قال وغايرت أمرا أي ليست إرادة هي نفس الأمر يعني أن الله تعالى إذا أراد ليس معنى هذا أنه أمر ليس كل ما يأمر به فهو مراد الله لا لا فأمر الله عز وجل لا غير إرادته هو قد يريد ويأمر وقد يريد ولا يأمر وقد يأمر ولا يريد فيعني ليست إرادة الله تعالى هي أمراه لا فالمؤمنون الصالحون من عباد الله عز وجل الله تعالى أرادهم أن يكونوا مؤمنين وأمرهم بأن يكونوا مؤمنين ولكن الكفار الذين يعني لم يحبوا أن يسلموا وأعرضوا وكانوا أعداءا لله تعالى ولرسوله وللمسلمين فالله تعالى وخصوصا القمم منهم كأبي جل وأبي لهب والذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه وحاربوه وانكلوا به بالحرب العسكرية والحرب المعنوية الإعلامية فإذا أخذت واحدا من هؤلاء وفرعون من قبلهم إذا أخذت واحدا من هؤلاء فالله تعالى أمره بالإيمان ها الأمر ولكنه لم يريد له أن يكون من المستجبين لذلك فلا علاقة ولا تلازم لا تلازم بين الإرادة وبين الأمر فليس كل أمر أراده الله تعالى فإنه يأمر به وليس كل أمر لم يريده الله تعالى فإنه لا يأمر به لا لذلك قال وغايرت أمرا وأيضا غايرت علما ليس ليست الإرادة هي العلم ليس معناه قولنا أن الله تعالى أراد كذا بمعنى أنه علمه لا فالعلم مغاير بدليل أن الإرادة صفة والعلم صفة فمن صفات المعاني العلم ومن صفات المعاني الإرادة الإرادة ونحن قلنا في التعريف للإرادة أنها صفة قديمة يتأتى معها تخصيص كل ممكن على بعض ما يجوز عليه أي من المتقابلات على وفق العلم على وفق العلم إذن فالإرادة غير العلم أمرا وعلما والرضا أيضا الإرادة ليست هي الرضا فإذا أراد الله شيئا فإرادته له لا تعني رضاه به رضاه به فالرضا شيئ والإرادة شيئ آخر الرضا شيئ والإرادة غير ذلك الرضا والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر لا يرضى لعباده الكفر ولكنه قد يريده قد يريده في أبي لهب وفي أبي جهلين وفي فرعون وفي الطغاة المتقدمين الذين يعني أهلكوا الحرث والنسل وأفسدوا في الأرض وعاثوا فيها وسفكوا الدماء فالله تعالى يعني لم يريد لهم أن يسلموا ولكنه لا يرضى لعباده الكفر لا يرضى الكفر هذا شيء أراد لهم أن لا يسلموا هذا شيء آخر لذلك فالإرادة مغايرة أي مباينة ومخالفة للأمر والعلم والرضا كما ثبت عقلا ثم قال وَعِلْمُهُ وَلَا يُقَالُ مُكْتَسَبُ صفة الثالثة العلم صفة أزلية قديمة يتأتى معها أو ينكشف بها كل شيء كل شيء كل ما هو معلوم وسيأتي أن هذه الصفة تتعلق بالممكنات وبالواجبات وبالمستحيلات وَعِلْمُهُ وَلَا يُقَالُ مُكْتَسَبُ أي ليس علمه مكتسبا ليس علم الله عز وجل اكتسبه لأننا إذا قلنا مكتسب معناه أنه لم يكن تم مكان فهو يعني حادث وعلم الله عز وجل قديم لا أول له كما أن صفاته كلها كذلك وعلمه أي عطف على ما تقدم من الصفات لأن أول صفة كل هذه معطفة عليها أول صفة هي الوجود فواجب له الوجود والقدام إلى آخره وعلمه أي وواجب له علمه وعلمه وقيد ذلك بأنه لا يوصف هذا العلم بأنه مكتسب أو لا يقال فيه إنه مكتسب يجب أن ننزه ربنا عز وجل عن أن يكون علمه مكتسبا العلم المكتسب إنما هو علم الخلق وعلم البشر علم الحادث أما الله عز وجل الله فعلمه قديم لا أول له أبدا وعلمه وليقال مكتسب فاتبع سبيل الحق واطرح الرياب فاتبع سبيل الحق لأن سبيل الحق هو أن تعتقد في علم الله عز وجل الله أنه علم أزلي قديم غير مكتسب واطرح الرياب الرياب جمع ريباه وهي الشبهة ومقصوده هنا شبه الفلاسفة شبه الفلاسفة وكذلك شبه بعض الفرق الكلامية كالمعتزلة فاتبع سبيل الحق واطرح الرياب قال حياته كذا الكلام السمع ثم البصار بذئتان السمع فالصفة الموالية وهي الرابعة من صفة المعاني الحياة الحياة حياته أي حياة الله عز وجل وهي صفة يعني تدل أو تصحح على من قامت به أنه يدرك لأن الحياة صفة يقع بها الإدراك يقع بها الإدراك إذ لا إدراك لغير حي لأن الذي هو ليس بالحي لا إدراك له فلذلك الحياة صفة يعني يتحقق معها أو لمن كانت فيه أنه يدرك أنه يدرك وسيأتي الكلام عن الإدراك هل هو صفة أخرى من صفات المعاني فتكون هي الثامنة أم لا عند جمهور الأشاعر أنها ليست من صفات المعاني ثم قال حياته أي من صفات ربنا عز وجل التي هي صفات المعاني أنه سبحانه وتعالى موصوف بالحياة لأن الحياة إذا عدمت ولم تكن فكل الصفات الأخرى لا وجود لها كل الصفات الأخرى لا وجود لها فصفة الحياة تشبه إلى حد بعيد من حيث يعني أهميتها في وجود الصفات الأخرى تشبه إلى حد بعيد الصفة الأولى لهي الوجود لهي الوجود وسيأتي أن صفة الحياة لا تعلق لها بشيء لا تعلق لها بشيء إن جميع الصفات المعاني لها تعلقاتها فالقدرة تتعلق بالمقدورات والإرادة تتعلق بالمرادات والعلم يتعلق بالمعلومات وهكذا إلا الحياة فلا تتعلق بغير ذات الله عز وجل حياته كذا الكلام السمع أيضا مقصود به الكلام النفسي المقصود بالكلام الكلام النفسي القائم بذاته عز وجل فهو من هذه الناحية أي الكلام هو قديم قديم أزلي لكن عندما نتحدث عن الكلام من خلال القرآن الكريم ومن خلال كلماته وألفاظه وحروفه فهذا يعني شيء آخر سنبينه في محله عندما يأتي محله في هذه المنظومة المهم أن الكلام عندما يطلق في هذا المقام الكلام من جهة أنه صفة من صفات الله المراد به الكلام النفسي وهو قديم وهو قديم وعندما نتكلم عن الكلام باعتباره القرآن الكريم وألفاظه وأساليبه وحروفه إلى آخره فهذا غير هذا الذي نحن فيه نحن نتكلم عن الكلام بمعنى أنه الكلام النفسي القائم بذاته عز وجل فهذا قديم فالله تعالى متكلم في الأزل متكلم يعني قديما أي لا أولية لكلامه فهل قلنا ثم حياته كذا الكلام السمع السمع أي أن الله عز وجل له هذه الصفة التي يعني هي شاملة للمسموع لغير المسموع لما يسمع ولما لا يسمع فهي صفة قديمة أزلية تتعلق بما يسمع وما لا يسمع مثل البصر أيضا صفة أزلية قديمة تتعلق بما يبصر وبما لا يبصر فهو سبحانه وتعالى يسمع ما نسمعه نحن أو طبعا نحن إنما نسمعه بعضها بعض المسموعات إذا كانت قريبة مننا لكن مقصود هو أن الشيء الذي يمكن للأذن أن تقع عليه فهو مسموع حتى ولو سمعه البعض دون الآخر لأن الإنسان إنما يسمع من الأشياء التي تسمع كالأصوات والكلام وما فيه رنات وما هو محل لأن تستوعبه الأذن هذا يعني هو المسموع هذا ما نسمه بالمسموع أي الذي يمكن أن يقع عليه الصمع لكن الله عز وجل حينما نتحدث عن سمعه فسمعه سبحانه وتعالى يشمل المسموع وغير المسموع حتى الذي لا يمكن إدراكه عندنا بحاسة السمع الله تعالى يسمعه ومثل ذلك البصر فالإنسان يبصر ما يمكن أن تقع عليه العين ولذلك في الذي لا بصر له لا يبصر والذي له البصر إنما يبصر ما تقع عليه العين فلا يبصر الكون كله في وقت واحد ولكن صفة عامة ما يمكن أن يقع عليه البصر نسميه المبصرات فالله تعالى يبصره ويبصر ما سواه فإن الله تعالى عندما نتحدث عن بصره فهو يشمل ما يبصر وما لا يبصر ما يقع عليه البصر وما لا يقع عليه من الموجودات فالله تعالى سمعه يعني ليس كسمع المخلوقات حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتان السمع بذي أي بهذه الصفات السبع التي هي صفات المعاني بها أتان السمع أي النقل لأن المقصود بالسمع هنا المسموع وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتان السمع فهل له إدراك أولى خلف وعند قوم صح فيه الوقف ختم بصفة أخرى من العلماء من يعتبرها من صفات المعاني ومنهم من لا يعتبرها كذلك هذه الصفة هي الإدراك هي الإدراك والإدراك صفة تتعلق بالمحسوسة تتعلق بالمشمومات والملموسات والمطعومات وما إلى ذلك الأشياء المحسوسة فمن العلماء من قال إن الله عز وجل مدرك لها إدراكا مطلقا ومنهم من لم يجعل هذه الصفة من صفات المعاني بمعنى أنها داخلة يعني في غيرها من الصفات كالعلم والسمع والكلام والبصري إذن فهل له إدراك بعض الشراح لاحظ على الناظم رحمه الله تعالى إتيانه بالفاء هنا بالفاء التي هي في الظاهر فاء تفريع والمقام هنا لسا بمقام تفريع لأنه تكلم عن صفة ثامنة وقرر ما فيها من الخلاف بناء علماء التحيد فلم يناسب المقام أن يأتي بفاء تفريع والمناسب هو إما أن نقول هذه الاستئناف أو نأتي مباشرة بواب الاستئناف فلو قال و وهله الإدراك لكان أجود ولكان أسلم ولكن بعض العلماء بعض الشراح قال إن هذه الفاء ليست تفريعا ليست من باب فاء تفريع فعلا المقام هنا ليس مقام تفريع فالكلام عن صفة الإدراك ليس مفرعا عن الكلام السابق عن صفات المعاني السبع وإنما هو كلام مستأنف جديد يذكر فيه ما اختلف فيه علماء التحيد من أن الإدراك هل هو صفة أيضا من صفات المعاني أم لا فإذا المقام ليس مقام تفريع وإنما هو مقام إضافة وإنما هو مقام استئناف الكلام لذلك إما أن نعتبر هذه الفاءة الاستئنافية وإما أن نعتبرها فاء الفصيحة وفاء الفصيحة هي التي يوتى بها جوابا لسؤال مقدر فكأن سائلا يقول هذه صفات المعاني عرفناها وأنها سبعون فهل يعتبر منها الإدراك أو لا يعتبر منها فيكون حينئذ الجواب بهذا الكلام فهل له إدراك أو لا خلف أي ذهب العلماء العقيدة إلى مذهبين منهم من قال إن الله تعالى موصوف أيضا بالإدراك وأن الإدراك صفة من صفاته بل إنهم أدخلوها في صفات المعاني وهناك من قال لا لا نصفه بأنه مدرك يعني نصفه بالإدراك لأنه سيأتي من بعد أن أي صفة من صفات الله وأي اسم من أسماء الله كل ذلك توقيفي لا يجوز لك أن تصف الله بصفة إلا إذا جاء بها النقل أو انعقد عليها الإجماع ومثل ذلك في الأسماء لأن الأسماء صفات إذن هذا معنى قوله فهل له إدراك أو لا خلف أي هناك اختلاف بين علماء التحيد في الإدراك هل هو أيضا من صفات الله تعالى أم لا وعند قوم صح فيه الوقف أي هناك فئة ثالثة توسطت بينهما وتوقفت قالت لا نقول إنها من صفاته ولا نقول إنها من صفاته بل نتوقف لتعارض الأدلة على القولين معا ونكتفي بهذا القدر وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر